وبالعودة إلى العاصمة الجميلة حيث عقد رئيس الحكومة بايمي بداكيال بير بصفته رئيس اللين العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية عقد لقاء عمل مع الأطراف المعنية بالإصلاح ويعد الإجماع الأول منذ أن تسلم رئيس الحكومة التقرير النهائية من قبل اللين خلال الأسبوع المصرم فاطمة زهراء أبو المعالي بعد أربعة أيام من تقديم التقرير النهائي من قبل رئيس اللين الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية لرئيس الوزراء بايمي بداكيال بير بصفته رئيس اللين العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية بدأت اللين العليا عمالها الرسمي لدراسة ومناقشة المحاور الأساسية من أجل تقديم الاقتراحات والملاحظات قبل اعتماد المشروع من جهته رئيس الوزراء رئيس اللين العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية بايمي بداكيال بير طلب من أعضاء اللين العليا بالدراسة الجادة لمشروع التقرير مؤكدا أن ملاحظاتهم ومخترحاتهم تعتبر مهمة من عجل الاتماد النهائي للمشروع نائب رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية موسى قدام نقب قروجه من الاجتماع أوضح ذلك ونذكر أن هذا الاجتماع المتعلق باللجن العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية سيعقبه اتماعات أخرى قبل تنظيم المنتدى الخاص بإتماد المشروع المتعلق بدعم الإصلاحات المؤسسية للدولة استقبل رئيس الحكومة بايمي بداكيال بير المدير العامة للشركة الدولية للنسيج والتي مقرها مدينة سار المقابلة جاء لمناقشة السبل الكفيلة لاستناف الشركة انتاجها الذي توقف منذ عامين تحت ظروف غامضة حسن درموت رئيس الوزراء بايمي بداكيال بير استقبل وفد الشركة الدولية للنسيج أنجلي وعلى رأس الوفد المدير العام للشركة سونيل سارما الذي جاء للقاء مع رئيس الحكومة حول استعناف عمل الشركة الذي توقف منذ سنتين في مدينة سار وفي هذا اللقاء تم التباحث بين المدير العام للشركة ورئيس الوزراء من أجل التعاون المشترك ودفع المتبقى من عجل استعناف العمل هذا وقد أكد رئيس الوزراء للمدير العام دعم الحكومة الجادية للوقوف معا مع الشركة لبدء العمل من أجل المصلحة المشتركة بين الطرفين وطلب رئيس الوزراء من الشركة أن تتعاون مع الوكالة الوطنية للتنمية والتصدير آني العمل معا من أجل المصلحة العامة رئيس الحكومة فاهمي فداكي البير أعطى توجيهاته لوزير التطور والتنمية التجارية للقيام بدفع الواجب من عجل استعناف نشاط عمل الشركة للتذكير أن هذه الشركة لها قبرات واسعة ليس في مجال النسيج فحسب بل في مجال الكهرباء والمياه والزراعة